بسم الله الرحمن الرحيم الكويتين اليوم بجميع أعمارهم يواجهون عدة مشاكل وممكن من أبرز هذه المشاكل هي القضية الإسكانية اليوم طوابير الإسكان امتدت إلى عشرات السنين بأن المواطن الكويتي ينتظر بيت العمر يوميا نسمع بغضايا وغضايا أجارات في المحاكم نحن نعلم بأن الأجار بالقطاع الخاص أو السكن الخاص ممنوع ولكن واقعنا اليوم يقول عكس هذا الشيء لذلك اليوم تقدمنا بتعديل الغانون لأن هذا يعتبر هم كبير للمواطن الكويتي ونحن كمشرعين نعيش هذه الهموم اليوم مشاكل الإسكان أدت إلى مشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية أصبح الشباب يعزف عن الزواج بل حالات طلاق كثيرة اليوم معاشات المواطن الكويتي أو معاش المواطن الكويتي أغلبة يضيع الأجار تقدمنا باقتراح لتقنين مسألة الأجارات بالقطاع الخاص وراع تكون ضمن مؤسسة العامل الرعاية السكنية بحكم اختصاصها راح تعمل على تحديد هذه الضوابط ونحن بدورنا نراقبها السكن حاجة أساسية ومثل ما الحكومة تراقب احتياجات المواطن من السلع أو السلع الأساسية تراقب أسعارها على الحكومة اليوم تراقب هذه الأجارات احنا ما نتكلم عن الغطاع الاستثماري أو التجاري احنا نتكلم عن الغطاع الخاص اليوم الكويت أو أجارات الكويت أصبحت الأعلى بالعالم هذا الشيء رفع قيمة المنازل وأصبح يعني مو فيه متناول يد المناطر الكويتي ما يقدر يشتريه لبيته بل وأدى إلى أن بعض التجار ترك التركيز عن الغطاع الاستثماري أو التجاري وركز على الاستثمار بالغطاع الخاص أو المنازل الخاصة وهذا أيضا أدى إلى رفع أسعار المنازل لذلك تقدمنا باقتراحين أو ثلاثة أحدهم تعديل القانون والأمر الثاني تأسيس هيئة التخطيط العمراني الأراضي موجودة بالكويت ولكن لنواجهة سوء الإدارة هذه أو هذه الهيئة أو هيئة التخطيط العمراني ما هي مو شيئنا مخترعين موجودة في أغلب الدول ونجحوا في ذلك معي بأننا نيبها ونكودها بطريقتنا ستكون مختصة نحن ما راح ناخد شيء من الحكومة الأراضي ستبقى ملك لهم لكن ستنظم إداريا وأيضا للخطط المستقبلية ما لداعي الوزاراتهم لكون هذه الأراضي يمكن بعد عشرين سنة عندهم مشروع قاعد نفقد مشاريع حالية أو وما قاعد نعطي المواطن أو أيضا صاحب المشروع الصغير إذا يحتاج قطعة من الأرض عساس أن هذه الأراضي مملوكة للوزارات يمكن بعد عشرين سنة أنا عندي مشروع هذه هيئة التخطيط العمراني راح تحل هذه المشاكل وراح توفر الأراضي والقانون الثاني اقتراح بقانون ثاني ونحاطينا بصفة استعجال هو في شأن إجارات العقار التي تتكلمنا عنه أيضا في الفترات السابقة كنا قاعد نعمل في الغضية الإسكانية ولكن ما طلعنا نتكلمنا على الموضوع إلى أن نصل إلى المراحل الأخيرة واليوم إحنا خلصنا المراحل الأخيرة مع أخواننا نقابة المهندسين الكويتية في وضع حل حقيقي للأزمة الإسكانية اليوم الدولة متوجهة إلى تطوير أو خلق مناطق جديدة وفي فرق بين المنطقة والمدينة الحل كالآتي أن تكون هناك مدينة جديدة مثل مدينة الكويت بكافة الخدمات فيها قوة جد على أساس تخلي المواطني يسكن فيها اليوم من غير الطبيعي أن تطلع بيوت في مدينة صفاح الأحمد لمواطنيننا وإخواننا بس تخيل أن بنت الشخص أو ولده يدرس في جامعة الكويت أو يدرس هندسة كل يوم راح يسوق هذه الساعة إلى الجامعة وانت في مدينة مو حاطلة أيضا لعن مو حاطلة لا فرع للجامعة ولا شيء لذلك المدينة الجديدة ستحل كثير من الغضية الإسكانية وراح نتكلم عنها بالتفصيل وفي الأرقام بالجلسة وهنا بدورنا نشكر أخوان لنغابة المهندسين المهندسين الكوتيين يقعدوا وخذوا على عاتقهم أنهم يضعون حل لهذه المشكلة والحل موجود يبقى مدى تجاوب الحكومة معنا لهذا الحل هذه الأزمة الإسكانية أزمة الأجارات يجب أن تنتهي ما يصير المواطن الكويتي يدفع أكثر من نص أجارة إلى السكن والسكن هو الملاذ الآمن لكل أسرة إذا ضربنا المواطن الكويتي في هذه الشيء ما رح يصير فيه عندنا أسر وإحنا قاعدنا نشوف حالات الطلاق والعزوف عن الزواج لذلك نتمنى من الحكومة أن يأخذون هذا الاغتراح بغانون في محمل الجد اليوم وقعوا معنا أخواني النواب ونتمنى النواب يدعمونا لأن هذا يمس كل أسرة كويتية ويعطيكم ألف عافية مشكوري اليوم على تواجهكم حياك الله ترجمة نانسي قنقر